السلام عليكم في النهاردة المحاضرة العشرة من برنامج MidasGTSMX هنتكلم في المحاضرة النهاردة عن موضوع مهم جدا وهو السيبيتج او قدرة التربة على تمرير المية من خلال الحبيبات بتاعتها هنبدأ نتكلم في المحاضرة النهاردة عن اول حاجة عن البرميابلتي او النفازية بتاعت التربة عشان نقدر نفهم المية ازاي بتتحرك فاول حاجة المية بتتبع قانون مهم جدا هو برنيللي او قانون الفلاويد ميكانيكس اللي هو قانون برنيللي وخاص بالضغط فعندك عبارة عن الضغط والسرعة سكوير مقسومة على اثنين جي زائد الايه اه معادلة ترنولي هي معادلة بتحكم اي اه حركة عندي فعارفين ان الزاد هي الجزء الخاص به وده الجزء الخاص بالسرعة الخاصة بالحركة وده الجزء الخاص بالضغط فلو جينا نبص على تمثيل لحركة المية خلال التربة فلو وبسطنا التربة بالشكل اللي انا شايفه ده وبدأت المية تتحرك من النقطة ايه الى النقطة بيه ففيه خلال حركة المية من النقطة ايه الى النقطة بيه طبعا بتتبع القانون بالنولي زي ما احنا ايه اتفقنا فبالتالي الجزء اللي بيمثلي زاد اللي هو الضغط عند اي نقطة فعبارة عن الزاد والبريشر عندي هو عبارة عن الاتش عندي اللي هو ضغط المية وبالتالي في حالة ان انا معرض الحركة عندي لسرعة فبالتالي بيدخل الجزء الخاص بالسرعة عندي لكن المية في الطربة بيتمشي بالحركة الطبيعية نتيجة فرق الضغط فبالتالي في حالة حركة المية ما بين نقطة لنقطة تانية لو كانوا في نفس المنسوب فالجزء الوحيد اللي بيتحكم فيه الحركة المية من نقطة لنقطة تانية هو عبارة عن الضغط المية اللي هو الجزء الخاص بالي باليو فبالتالي زي ما انا شايف لو احنا نرجح تاني للمعادلة بتاعتي الجزء الاولاني الخاص بالبريشر الجزء الخاص بالفلوستي هد او الجزء الخاص بالسرعة وده الجزء الخاص بالا بالاليفيشن هد الجزء الخاص بالاليفيشن هد بيمثل الزد اي و الزد بي في حالة انتقال المية من نقطة اي لنقطة بي ففي حالة ان انت بتقيس في وجود فرق منسوب ففرق الارتفاع عن الديتن بتاعك بيفرق معي في حركة المية نتيجة الفرق ده معروف واضح جدا من الصورة عندي وفي حالة وجود فرق ضغط في المية يعني لو ضغط المية اصلا عند نقطة اي أعلى من ضغط المية عند نقطة بي بتبدأ برضو المية ده حاجة بتأثر في اي حركة المية فانا لو لاحظت ان انا ضغط المية عند نقطة اي بيمثل لحد الجزء ده انما عند نقطة بي فانا عندي فرق دلت ايج في الاي الضغط دلت ايج ده هو اللي بيسببلي حركة المية لو عند النقطتين عند مستوى واحد فبالتالي اللي بيسبب لي الحركة هو ال A الدلتاج فيه المسأل فيه الجزء الخاص بالتربة فيه الغالب بنسبة أكتر من 99% الجزء الخاص بالفلسطين ما بيكونش A موجود زي ما انتفقنا فبالتالي ال H عندك هي لها علاقة بالجزء اللي هو فرق الضغط وال A Z اللي هو المستوى لحد A الديضم بتاعك عندنا معامل مهم جدا وهو حاجة اسمها الهايدروليك جريدينت أو الميل ال A الهايدروليك طيب ايه هو الميل الهايدروليكي قال لك الميل الهايدروليكي هو عبارة عن فرق الضغط مقسوم على A المسافة بتاعتي فمثلا لو رجعنا هنا ادي مسافة ما بين نقطة A اللي نقطة B فانا عايز احسب الميل الهايدروليكي اللي هو الهايدروليك جريدينت هو عبارة عن فرق الضغط بتاعي اللي هو الدلتا H مقسوم على A على L بتاعتي فبكده ده اول برامتر ويعتبر من البرامترز المهمة جدا اللي موجودة عندي اه على فبالتالي فرق زي ما قلنا ان الدلت ايتش على المسافة اللي بتمثلي الميل الهايدروليكي بتاعي وده يعتبر من التعريفات المهمة اللي انا لازم ايه اكون اعرف اه بعد كده بعد ما فهمت ايه هو الميل الهايدروليكي ممكن ان انا ارسم العلاقة ما بين والميل الهايدروليكي بتاعي فهدرس اول حاجة حاجة اسمها دارسلو او قانون دارسي قانون دارسي هو القانون اللي بيحكم لي الحركة خلال ايه التربة اه التربة بتاعتي ففي سنة 1856 دارسي اه النظرية بتاعته في عشان يحكم عندي الحركة المية بتاعدي فقال لك ان السرعة بتساوي معامل مضروف في قيمة ايه ايه هي انتفقنا ان ايه هي عبارة عن الميل الهايدروليكي هي عبارة عن سرعة التصرف بتاعتك اللي هي سرعة حركة المية خلال التوبة بتاعتك فبتعتمد على الميل الهايدروليكي مضروف في معامل اسمه ايه كي طيب ايه المعامل اللي اسمه كي ده قال لك المعامل ده اسمه معامل النفازية بيعتمد على النفازية بتاعت التربة بتاعتك او قدرة التربة على حركة المية بتاعتك فبالتالي اعتبر الموضوع واضح جدا هو عبارة عن البي اللي هي قدرة التربة على او هي سرعة حركة المية خلال التربة بتاعتك بتاعتك بتساوي الميل الهايدروليكي مضروف في الايه في معامل اسمه كي فبالتالي انا عندي معدل حركة خلال التربة بتاعتك هيكون كي وعندك بتعتمد على قيمة الايه الارياء اللي عندي المهم في الموضوع ده انك تفهم ايه بتاع الحركة بتاعت التربة واننا عندي معامل مهم جدا اسمه معامل النفذية ومن قانون درسي هو عبارة عن علاقة ما بين او سرعة حركة المية خلال الماتيريا اللي بتاعتي وفي الحالة بتاعتي التربة او او فرق الضغط على المسافة اللي انت بتحسب عندها فبالتالي قال لي ان معامل النفذية ده طبعا اللي هو بيحكم لي سرعة حركة المية لان اي هتبتبر قيمة سابتة لان هي عبارة عن فرق ضغط المسافة طيب ايه هل بالتالي حركة المية خلال تربة زي التربة الرملية هل زي ما هتكون في تربة زي التربة طينية هل الفراغات اللي هتكون موجودة بين حبايبات التربة الرملية هل هي زي الفراغات اللي موجودة في التربة الطينية اكيد طبعا لا احنا عارفين ان الفراغات اللي موجودة في التربة الرملية اكبر بكتير من التربة الطينية يعني لو كان قيمة الاي بتاعت دي قيمة سابتة فبالتالي عندي ايه اللي يحكم لي بتاعي هل سرعة المية بقى في حالة الاي السابتة في خلال التربة الطينية هي نفسها في خلال التربة الرملية قالك لا فبالتالي ده بيظر قيمة المعامل او معامل او التوصيلية في التربة بتاعتي هو اللي بيحكم لي الاي سرعة الحركة بتاعت المية فقالك في حالة السويل في حالة فقيمة هي عبارة عن مية في من مية الى واحد سنتيمتر على السنة لو لاحظت الوحدات ارجعتاني للقانون الخاص بقانون دارسي هو عبارة عن معامل مضروبة في معامل اسم اي اي المعامل طبعا اي وحنا عارفين ان الوحدات بتاعت ان هو لان هو عبارة عن فرق ضغط وفرق الضغط ده عبارة عن مسافة مقسوم على اه مقسوم على قيمة الال والال هي مسافة فالاي هو عبارة عن مالوش اي وحدات فبالتالي احنا عارفين ان السرعة هي عبارة عن السرعة وحدتها عبارة عن واحدة طول بالنسبة الواحدة الزمن. فهلاحظ ان قيمة عندي او معاملة نفاذية بتاعي وحداته هو عبارة عن وحدات ايه? سرعة. وهو اللي بيحكم لسرعة الحركة خلال التربة بتاعتي. فبالتالي في حالة هبدأ الاحظ ان الفراغات بدأت تقل. فهو من واحد لواحد من مية. في حالة الفراغات بدأت تقل لأكتر. فلاحظ ان كل ما التربة بتاعتي او الفراغات بتاعتي او الفراغات بتاعتها بتقل. هلاحظ ان معاملة نفاذية بتاعي ايه? وبالتالي سرعة حركة المية خلال التربة بتقل. وده كونسبت مهم جدا لازم ان احنا نكون ايه? فاهمين. طبعا في بعض التجارب اللي انا ممكن استخدمها في احسب معاملة نفاذية. اول تجربة عندي اسمها الكونستانت هيد او الضغط السابت. وباختصار ان احنا بنعمل التجربة دي في المعمل. ان انا بجيب عينة من التربة عندي. التربة دي في النوع ده من التربة دي بتكون تربة رملية. آآ ببدأ ان انا احط التربة الرملية واحط فوق او عبارة عن نفاذية بتاعته قليلة. آآ من فوقه من تحت. وابدأ ان انا احط المية. وابدأ ان انا اجمع في بتاعتي كمية من المية واحسب كمية المية دي في الزمن. فبالتالي كمية المية اللي انا هجمعها في زمن معين دي بتعبر لي عن ايه? عن تمام? فبالتالي آآ على الزمن هيديني او التصرف الخاص بالايه? بالتربة بتاعتي. طيب انا عارف ان اللي هو قيمته الكيو بيساوي الحجم مقسومة على الزمن او السرعة مقسومة على الايه? مضروبة في الايه? في النساحة. بما ان انا قدرت ان انا احسب ALT فانا عندي ممكن احسب ALT الخاص بالايه القطاع بتاعي اللي انا عامل به التجربة. فبالتالي ايه? الحاجة الوحيدة اللي تكون عنده في المعدة بتاعتي هي قيمة الايه فابدتالي آآ فبالتالي اه آآ فبالتالي احسب قيمة الايه السرعة. ال او عبارة عن اياه يا شباب. هنا عارفين ان الاض luego الحساب sagen لان سريطة تساوي تساوي Kumu F الماء لان سريطة تساع ِ على ال ال. وقيمة هي عبارة عن في ال 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 ا دي عبارة عن ال اي في ال ال هي اه ودي ده اللي هو الزمن بتاعي. فباستخدام المعادلة دي اقدر ان انا احسب قيمة ال 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 ك. بنستخدم المعادلة بتاعة في حالة التربة هي التربة الرملية. عندي نوع تاني من التجارب. تجارب اسمها التجارب دي بنستخدمها في ان احنا نحسب معامل نفازية للتربة الطينية. اه كل الفكرة بتاعتها ان التربة الطينية النفازية بتاعتها بتكون قليلة. فبالتالي ما ينفعش ان انا اعرض التجربة بتاعتي لكونستانت هد. فبالتالي انا ممكن ان انا استحليك كميات مية كبيرة جدا. فبالتالي انا بعتمد على ان انا بحط كمية مية هنا. وهنا ضغط المية بالتالي ثابت. فانا بقيس كمية التغير في المية خلال بتاعتي. الدلت اي هي بتمثل لي معدل مرور المية خلال التربة الايه الطينية. واعتمادا على نفس الكنسبت بتاعي. هاقدر ان انا احسب الايه قيمة الكونوفيشان اوف برمابيلتي. تمام? فبالتالي اقدر ان انا استخدم المعادلة دي واحسب القيمة الايه الكونوفيشان اوف برمابيلتي. عندي برضو بعد كده اا عندي بعد كده اا علاقات ممكن استخدمها اعتمادا على استيفاناليسيز من قيمة الدي اا دي تان من قيمة الدي تان اقدر ان انا احسب قيمة الايه الكونوفيشان اوف برمابيلتي اا بحيث ان السي ده كونستانت القيمة بتاعته بتتروح من واحد لواحد ايه ونص. فيه كتيره خاصة بالكوفيشان ايه اوف برمابيلتي. تقدر ان انت تستخدمها من 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 زي ما انا شايف ده بتعتمد على الخاصة بالتربة. بتقدر ان انت تجسرو وتحدد تحدد الايه القيمة بتاعتها. طبعا في في الموقع ممكن ان احنا نستخدم او القبار ان انا احدد الايه القيمة الخاصة بالايه القيمة الخاصة بالكوفيشان او كوندكتيبيتي. طب هاعد هي السؤال هيقول لي طب احنا كل احنا اتكلمنا عليه في التجربة بتاعي في حالة ازا كانت التربة عندي تربة واحدة في المياه ماشية في الاتجاه ده. طيب في حالة ان انا عندي تتابع طبقات للتربة. قالك في حالة تتابع طبقات التربة بيكون عندنا احتمالين. لاما التربة المياه بتاعتي هتمشي في اتجاه موازي للطبقات بتاعت التربة. لاما المياه هتمشي فيه الاتجاه العمودي. طيب في حالة المياه ازا كانت ماشية فيه الاتجاه الموازي. قالك انت اول حاجة بتروح تحسب بتاع كل ايه الطبقة. واعتمادا على السكنس الخاص بكل طبقة ممكن تستخدم العلاقة دي. طبعا الحاجات دي لها اسبات. بس احنا عايزين نعرف عن الموضوع. تقدر تستخدم المعادلة فانك تحسب اه قيمة مكافأة بتاعك وتقدر ان انت ايه تهلها. طيب في حالة ازا كان الفلو بتاعي فيه اتجاه عمودي برضو اعتمادا على السكنس بتاع كل طبقة. نقدر نستخدم المعادلة بتاعتي دي في ان انا احسب الايه. اه في الفيلد احنا عندنا كزا تجربة ممكن ان احنا نعتمد عليهم. اول تجربة اللي عندنا في الفيلد زي التجارب الخاصة بالابار ان انت بيبقى عندك بير. بتبدأ تسحب منه المية وتبدأ تقيس معدل ايه? سحب المية. اعتمادا على او نصف قطر داية التأثير وارتفاع المية باستخدام ابار بيزومترية. فاعتمادا على اه ان انت بتسحب مية من البير. تقيس آآ آآ تقيس ضغط المية عند النوطة عند البيزومتري دا وعند البيزومتري التاني. وتستخدم طبعا انت عارف المسافة من منتصف البير آآ عند كل بير بيزومتري. تقدر تستخدم العلاقة دي طبعا لها اثبات في انك تحسب على قيمة الايه الكي. طيب اه طبعا لو انا خدت بالي هلاحظ ان دا آآ او هو بير غير محصور هو ان احنا بنسحب المية من طبقة رملية بالشكل دا وبتكون تحتها طبقة آآ 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 او غير منفزة. فبالتالي انا بسحب المية من الطبقة المنفزة بتاعتي. طيب في حالة ازا كان عندي الطبقة المنفزة اللي عندي اللي انا ممكن احسحب منها. موجودة بين طبقتين غير منفزتين. فبالتالي ضغط المية او المية اللي بتكون موجودة في الطبقة دي بتكون موجودة تحت ايه ضغط. فانا لو عملت بير عشان اسحب من الطبقة دي بلاحظ ان منصوب المية بتاعي بيطلح هنا. فاعتمادا على على سمك الطبقة بتاعتي واعتمادا على الابارة البزومترية اللي انا بعملها. هقدر استعمل المعادلة بتاعة في ان انا ايه واستخدم ان انا استنتج العلاقة النهائية دي واعوض واستخدمها بشكل ايه مباشر. فبالتالي ده يعتبر عن ايه 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 عشان نفهم ازاين هي ايه بتتحسن. طيب موضوع النهاردة هو عبارة عن ايه عن السيبيج. عشان افاهم ان السيبيج عندي بيحصل في ايه في تلاتة ايه في تلاتة انواع. لاما يكون 1D. لاما يكون 2D. لاما يكون ايه 3D. طيب. طيب ايه ابسط مثال لي ال 1D. السيبيج ال 1D ابسط مثال لي لو انا كان زي الحالة اللي انا اخدتها في البرميابيريتي او في التجارب بتاعتي ان المية عندي بتتحرك في اتجاه واحد. اه المعادلة اللي بتحكم عندي البرميابيريتي هي معادلة الايه اللابلاث او اللابلاث ايكوشن او الكنتونيوتي ايكوشن. اقدر استخدم معادلة لها اثبات. اه تقدر ان انت تشوفه. بحيس انك تطلع ايه المعادلات بتاعتك. اه فكرة السيبيج ان انا لو كان عندي اه شيد بايل بي المنظر ده. وعندي فرق منسوب المية في الناحيتين. فبالتالي المية عايزة تتحرك من منسوب الضغط العالي الى منسوب الضغط الايه المنخفض. فبالتالي المية هتمر من خلال التربة واعتمادا على المسافة اللي هي هتمشيها طبعا هيحصل عندي فقط في الطاقة نتيجة حركة اهتكاك المية بحبيبات الايه التربة لحد ما تستقر ايه في الناحية التانية. فبالتالي نتيجة وجود فرق الضغط بتبدأ المية ايه تتحرك. هو ده كل فكرة السيبيج بايه باختصار. بتبدأ ان انت هتتعرف على الايه على القوانين ايه بتاعتك. وعلى المعادلات. اه اللي احنا عايزين نتكلم عنه دلوقتي اه في البرزنتيشن انا هاعرضها دلوقتي عن ايه هي فكرة السيبيج وازاي احنا بنحسبه في التو دي زي ما انا شايف كده. فحرجع لي البرزنتيشن آآ بتاعتي. هبدأ ابص هنا ان انا ممكن الاقي ان انا عندي ممكن يحصل في او في خلال الايه السدود. وده بيحصل زي ما اتفقنا نتيجة وجود فرق في منسوب المية من النقطة للنقطة التانية. فلو كان عندي منسوب المية وراء الشيب بال بتاعي اعلى من منسوب المية قدام الشيب بال بتاعي فبتبدأ المية انها تتحرك من المنسوب العالي الى المنسوب الواطي خلال الايه التربة بتاعتي. بتمشي التربة عندي فيه خلال آآ او خطوط للمية بالشكل ده. خطوط المية دي هي او الخطوط دي هي اللي بتمثل لي الحركة بتاعت الايه المية. تقدر تسميها ان انا بسميها عبارة عن زي اي حنافيات. فبالتالي في خلال نفس الوضع فيه خلال السد بتاعي بيبدأ المية تمر من خلال جسم السد بالشكل اللي احنا ايه شايفينه ده. فبالتالي النظرية بتاعتي اللي بتعتمد او النظرية الترجاجي في السي اه لحل السيبج بتاعت او اللي احنا ممكن تحلها بشكل مانوال او اللي احنا تعلمنا فيه اه الكليا. ان التربة بتاعتي بتكون يعني ايه تربة? تربة كلها واحدة. يعني معندش جزء من التربة رملة ما عندش جزء من التربة طينة. لا التربة كلها نوع واحد. طيب يعني ايزوتروبك يعني معنى كده ان الخواص بتاعتها في اتجاه ال اكس وي الزد والوية كلها بتكون خواص ايه متساوي. اه طبعا زي ما اتفقنا ان ان الحجم عندي ما ما بيش تغير في الحجم او دي طبعا الافترضات التانية بتقولنا انا اه اه هموجينيس وايزوتروبك وان بقية الخواص بتاعتها ان ما فيش تغير في الحجم عندي ومعا وان الميا عندي اه انكمبريسابل ودي احد المحاضرات اه من جامعة اسكندرية. طبعا اهتفقنا ان القانون اه دارسي لو اه عندي هو اللي احنا بنستخدمه. اه عشان نقدر نحسب قيمة الايه السرعة في اتجاه الاكس والسرعة في اتجاه الزد. وبنعتمد على الكونتينيوتي اكويشن ولا بلاس ايه اكويشن. عشان ان انا اقدر ايه احل. فلو كان عندي اه جسم سد بالشكل اللي انا شايفه ده. فبالتالي عندي منسوب المية في الناحية الشمال اعلى من منسوب المية في الناحية اليمين. فهتبدأ المية تتحرك خلال جسم التربة بتاعي على اه في خطوط زي ما انا عارف. ده عبارة عن بحيس ان هو يطول لي مصاري المية بتاعتي. فالمية بتاعتي ما تمشيش من هنا. لأ المية المصار بتاعها هيبدأ ان هو يطول. بحيس ان انا عارفها وزي ما اتكلمت وقلت ان في البداية. بتبدأ الكل اه بيبدأ في احتكاك ما بين جزيئات المية وبين جزيئات التربة. فبيبدأ يحصل فقد في ايه اطاقة بتاعة الحركة بتاعتي. وده اللي بيخليلي ان مستحيل ان منسوب المية قدام السد. وخلف في السد بيكون ايه واحد. وده نتيجة تراجع لي ايه الاحتكاك اللي بيحصل. وده السبب اللي بحنا بنحط شيد بايلز هنا وبنحط شيد بايلز هنا بحيس ان هو يطول لي المصار بتاع الحركة. فبالتالي يزيد الفقد في ايه الطاقة بتاعتي. ابدأ ان انا امثل الشكل بتاعي الخاص بي او بتاعي او اللي مع البحث عن فلو لاينز بالشكل ده. على هي عبارة عن خطوط يتمثل لي حركة المية. الاحض ان فلو لاينز بتطلع من او الشبكة بتاعتي بتتكون من فلو لاينز اه اا وان اول خط فلو لاين عندي هو هيكون الخط الملامس للاي على المنشأ بتاعي. وان اخر خط فلولاين بتاعي هو الخط اللي هيكون ملامس للطبقة الغير منفزة. وبعد كده في خلاق ما بين الخطين دول بابدأ ان انا ارسم عدد من الخطوط اللي بتمثلي المسار بتاع المية بحيث ان الخطوط دي بتطلع من على آآ النقطة هنا عمودي وبتطلع من هنا عمودي وتخرج من هنا عمودي على الخط بتاعي آآ تاني خطوط تاني عندي غير حاجة اسمها خطوط الايكو بتشن الاين او الخطوط اللي الضغط عليها بيكون ايه متساوي. يعني ايه خطوط الايكو بتشن الاين او خطوط الضغط عليها متساوي. معنى كده ان انا لو انا جبت آآ بزوميتر هنا وحطيته عند النقطة دي او حطيته عند النقطة دي او حطيته عند النقطة دي هبدأ ان انا ألاقي ان الضغط عنده بيساوي ايه متساوي او المية هترتفع لحد نفس الايه المنسوب. نفس القصة على الخط ده المية لو انا حطيت بزوميتر هنا وحطيت بزوميتر هنا. حلاقي ان ضغط المياه اه بيوصل بنفس المنسوب. بالتالي اول خط عندي او اول خط انا عارف الضغط بتاعه هو الخط اللي بيكون ملامس للمية. فالضغط بتاعه هو عبارة عن ضغط المياه بتاعي ونفس الوضع هنا ضغط المياه هيكون عبارة عن ضغط المياه اللي موجود هنا فده اخر خطي ابدأ ان انا ارسم الخطوط الفلولاين بتاعتي من على اول خط ايكوبتشناللاين وبتخرج من عليه عمودية بالشكل ده وبتبدأ انها تبعد عن بعضها كل ما ابعد عن المنشأ بتهاي خطوط الايكوبتشناللاين بتكون خطوط عمودية على الخطوط الفلولاين وبتكون معها حاجة اسمها سيركلار سكوير او او مربع او 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 تكون المربع ده اقدر ان انا ارسم جوائي دايرة زي ما انا شايف وان انا اخلقص الكلام اللي انا قلته ان احنا بنيجي نرسم بنرسم اول اول خط فلولاين بابقى عارفه اخر خط فلولاين ابدأ احدد اول خط ايكوبتشناللاين احدد اخر خط ايكوبتشناللاين وده الخطوط اللي انا عارف الضغط عندها بابدأ ان انا ارسم خطوط الفلولاين بحيث انها تطلع عمودية وتخرج عمودية وأرسم خطوط وكل ما بعد عن المنشأ بتاعي كل ما بتبعد أبدأ ان انا أرسم خطوط بحيث انها تكون عمودية على خطوط الفلولاين وتكون مع خطوط الفلولاين مربعات زي ما انا شايف ممكن ان ارسم جواها دايرة فيما زي ما شايف ده الفلولاين ده الايكوبيتشنال زي ما قلنا لو انا جبت التقاطع مع خطين ايكوبيتشنال لاين وخطين من الفلولاين هبدأ الاحظ ان ده المسار او الاتشانل اللي هتمر فيها المية ايه بتاعتي وقدر ان انا اكون جواها ايه دايرة ولو طبعا قلنا التقاطعات معاها بتكون ايه عمودية فدي اللي افترضات بتاعت الايه الرسم وده شكل ايه الفلو نت عندي عدى ان انا احدد عدد الاتشانلز بتاعتي فاببق ان انا عد او الواحد اتنين تلاتة اربعة وعدد الايكوبيتشنال لاينز عندي هي عبارة عن واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداشر اتناشر تلاتاشر فبالتالي فبالتالي number of ايكوبيتشنال دروبس عندي بتكون كام بتكون تلاتة اشر فرق الضغط عندي ما بين الابستريم و الداونستريم هو مقدار ايه الاتش فبالتالي المعادلة اللي تلكم لالسي بيجي هي قيمة الكيو عشان احساب قيمة التصرف عبارة عن الكي عرفنا الكي اللي هي معامل نفازية عرفنا ايه هي الاتش الاتش عندي اللي هو فرق الضغط الان اف اللي هو number of flows او عدد ايه الحنفيات بتاعت الماية بتاعتي مقسومة على ال ايه على الان دروب اه طبعا في صورح كتير في الموضوع ده بس احنا بناخد زي ما قلنا بناخد overview ده مثال عندي ودي نفس الوضع بكون ايه كيرب لانير سكوير ودي الافترضات الاساسية اللي انا عندي التقطوعة عندي بتكون بتاع عمدة عندي دي number of flow line number of commutational line ويه A circular سكوير ابدأ ان انا احسب القيمة الكيو بتاعتي احسب قيمة الكي عندي given عندي فرق الضغط عندي number of flow عندي ال end اقدر ان انا احسب قيمة التصرف بتاعتي طيب لو جيت افهم المعادلة بتاعتي بشكل اكتر ارجع تاني للمعادلة الخاصة بال اقول لك ان الكيو احنا عارفين ان الكيو عندي بتساوي يا شباب الكيو بتساوي السرعة مضروبة في A اللي هي السرعة قصدي اسف الكيو بتساوي السرعة مضروبة في ال area بتاعتي فبالتالي السرعة عندي بتساوي السرعة بتساوي معاملة النفازية المضروبة في hydraulic gradient ايه هو hydraulic gradient هو عبارة عن H متسومة على A L بتاعتي طيب ايه هي L بتاعتي L بتاعتي طبعا هي عبارة عن A area هتروح مع area لما اسم على area على L L n flow عشان كده كده كانك حسبت من channel واحدة فبالتالي انت بتضرب في n flow عشان تبنت جمعت كلها وتقسم على A على n drop وال n d هي العدد النوقات اللي بيحصل فيها فقد في الطاقة بتاعتك فبالتالي بنا كده خدت overview عن هو وان انا اقدر ان انا احسب الضغط الموجود على فبالتالي لو انا عايز احسب الضغوط الجانبية اللي هتكون موجودة على باستخدام المعادلة بتاعتي الفرق ما بين هو عبارة عن عدد كلها او عدد النوقات اللي حصل فيها فقد في الطاقة كلها انما هو عدد النوقات اللي حصل فيها فقد في الطاقة لحد النقطة دي تمام فبالتالي اقدر ان احسب الضغوط عندي زي ما انا ايه شايف كده فبالتالي ده يعتبر overview عن موضوع السيبيج دلوقتي هنبدأ ان احنا نفتح برنامج GTSNX بحيث ان احنا نبدأ نعمل موديل او ندرس ظاهرة السيبيج على البرنامج هنتكلم النهاردة عن ازاي نعمل موديل من الاول لالاخر لدام وحنبين فكرة اللي احنا اخد اا تكلمنا عنها قبل كده هتكلم ازاي نحن نعمل ما بين السيبيج ما بين اللي النهاردة موديل اللي احنا هنتكلم عنه اللي هو عبارة عن دام ده عبارة عن البيتروك بتاعي ده عبارة عن الفيلتر ده عبارة عن الاشيالز بتاعتي هنتكلم عن البرامتر الاساسية بتاعته لو رجعت البرزنتيشن بتاعتي مفترض ان انا هعمل النهاردة موديل خاص بالسيبيج همر بالخطوات الاساسية ان انا هكون ال جيومتري هعمل اكسترود لي واعمل اتو كونكت احنا ربط الفيس كلها بعضها و كريات المشن بتاعتي طبعا بعد ما اكون عرفت الماتيريالز وال ال ال بعد كده هبدأ ان انا ادرس ال السيبيج وعرف الباوندري كونديشن بتاعته هبدأ ان اعرف ازاي انا اعرف ضغوط الميا وازاي انا اتشاكل او اريفيو السيبيج هحصل فان اتجاه و كريات الاناليس بتاعي لو بصيت على القطاع بتاعي فالقطاع بتاعي هو عبارة عن جزء عبارة عن وعندي ده الكور وعندي ده الفيلتر والجسم بتاعي السد الماتيريال موديل اللي هنستخدمها النهارده للانواع الطبقة الطربة المختلفة هنستخدم مور كولوم ماتيريال الموديل ولطبقات كلها و هنعرف بعد كده حاجة النهارده اساسية وهي طبعا هنعرف قيم في الاتجاهات التلاتة وزي ما انا شايف انا معرف قيمة عندي لان زي ما اتفقنا ان الماتيريال بتاعتي بالتالي قيم هتكون في التلاتة اتجاهات متساوية وهو البرنامج هيبدأ ان هو يتعامل مع ايه ازاي يحسب القيم يعني تعامل مع فرق القيم ما بين الطبقات وبعضها برضو زي ما انا واخد بالي ان قيمة الكي الخاصة بالكور واحد في عشرة اصناعيس خمسة على الرغم المتبدأ قيم القيم لبرة حسن جسم السد وطبقة عبارة عن طبقة منفزة وان البيتروب بتاعتي عبارة عن طبقة غير منفزة فبالتالي الميا مفترض انها هتمر خيال جسم السد واشوف تأثير الكور بتاعي طبعا الكور المتيري اللي بتاعتي هي عبارة عن فريكشن انجل عندي 35 و 35 زي ما انا شايف طبعا دي البرامتر اللي هستخدم عندي هتبدأ البرنامج بتاعك هيكون معاك الموديل بتاعك ده اللي انت هتبدأ منه الفيس فمش مضطر اللي انت تبدأ من الاول في حالة ان انت عندك اي شكل اي دام تقدر انت تعمله بمنتهى السهولة وتقدر ان انت تعمله موديلينج بنفس القطوات اللي احنا هنمر بيها النهار ده اول خطوة ان انت بتبدأ تعمل اي اكستروid اول حاجة هنكمل بس الشكل بتاعنا ان انا هكرياة فيس هنا هقول له هنا كده ابلاي في كرياة الكور بتاعي بعد كده هبدأ ان اعمل اكستروid عندي ل جسم السد فهاختار هنا اكستروid الخاص ب اكستروid هبدأ اختار الفيس اللي عندي كلها هبدأ ان اعمل اكستروid في اتجاه الموجب الواي مسافة مقدرها 100 متر هبدأ اقول له apply هيبدأ ان هو كرياة السد بتاعي بالشكل ده هبدأ ان انا اختار اعمل auto connect عشان اعمل شيرينج ما بين الفيس وبعضها هقول له هنا اختار ال كله وعمل apply هيبدأ انه يكرياة ال auto connect هبدأ بعد كده اتشيك هل في override ما بين ال application ما بين ال geometri وبعض وشين وانا بعمل الميشنج اقول له هنا apply هيبدأ ان هو يتشيك عندك هنا هقول له هشوف ايه اللي انا ممكن اعمله اقول اوكي فبالتالي كده ما عنديش اي duplication في الجيومتري بتاعي هخش في المرحلة اللي بعد كده ان انا ابدأ ان انا اكريات المateria اللي بتاعتي تفاني ان المateria اللي بتاعتي عبارة عن isotropic هتب اول طبقة عندي هي عبارة عن الكور وبعد كده filter الكور هو more coulomb والموديلس فلسطيستي باربعة اربعة فعشرة قصة اربعة هنكتب اول حاجة هنا الكور بعد كده المateria الموديل بتاعي ازاني ما اتفقنا more coulomb فاروح عند more coulomb نتكلم في اربعة في اربعة عندي بعد كده البوصون ريشيوب خمسة وثلاثين واليونيت ويت بعشرين بوصون ريشيوب خمسة وثلاثين ويونيت ويت بعشرين بعد كده قيمة الكنود عندي بخمسة فهستخدم الخاص بالكنود وحط از اسف بنص بعد كده خلص النقط الخاص بال ال 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 وابدأ ان اعرف القيم فال ال 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 ويت عندي بواحد وعشرين و ال 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 وعشرين و نص اختار ال نبدأ ان انا اخترت الكور نبدأ ان نشوف ايه هي ممكن ان انت تكريات الكلام ده من هنا لو انا اخترت مثلا الكور انا معرف الكلام ده فيه هنا ممكن عندك تبدأ ان انت تكريات بتاعتك انك تدخل القيم الخاصة بالقيم الخاصة بالقيمة والقيم الخاصة بالقيمة زي ما انت شايف كده ويبدأ ان هو يرسم عندك العلاقة ما بين وقيمة فالحد قيمة معينة من هتلاقي ان قيمة عندنا ثبتة وبعد كده مع قيمة هلاقي ان قيمة بيحصلها ايه او عندي بعد كده ممكن اعرف فانكشن خاصة بالووتر كونتنت او محتوى المية فبنفس الوضع ممكن ان انت تبدأ تعرف ان محتوى المية بيبدأ انه يتغير مع الضغط زي ما انت ايه زي ما انت شايف كده فبالتالي دي برامتر زي عندي ممكن انا اعرفها بمتاع السهولة فبالتالي ممكن تعمل بالشكل ده ممكن تستخدم العلاقة الخاص عندك هنا علاقات ممكن انت تعتمد عليها وتقول اه تغير مسلا في البرامتر زي بتاعتها زي ما انت شايف كده وتعمل و هيبدأ انه يرسم لك ايه العلاقة بتاعتك او لو انت عندك الداتا بتاعتك ممكن انت ايه ارسمها وعشان نرسم الفانكشن بتاعتنا اللي هي الووتر كونتينت فانكشن داتا تبدأ ان انت تتجيب القيم دية من وتبدأ ان انت تشوف القيم دي تحتعوى بها او انت يكون عندك تتعتمد ايه عليها في طرق تانية هنا عشان البرميبليتي فانكشن داتا فاستخدمنا هنا تبدأ برضا تعوى بالقيم دي وتبدأ ان انت ايه ترسم مش بتأثر كتير اوي بس احنا هنعمل ده عندنا في الحل بتاعي بعد كده اشوف بعيد البرامتر اللي عندي قلنا خلاص الكور طبعا ده عرفناها خلاص هتبدأ انت تعرف لكل واحدة ممكن ان انت تبدأ تعرف م food او تعتمد على البقاء حاليا اا مفترض اا في الموديل اللي انه انا عرفها اااا وبعد كده اتعوت بالقيم الخاصة فبالتالي بي الكي اكس والكي واي دي بواحد علامة تسعة اتنين في عشر قص ناقص خمسة واحد علامة علامة تسعة اتنين اي ناقص خمسة طبعا اتفاءنا انها ايزوتروبيك كما انت شايف كده بعد كده تبدأ ان انت احنا ضغطنا اوكي بالغلط احنا احنا اتفاءنا انت هنسمي دي الكور اروح للنان لينيار بارامتر ديت ب 30 مضبوط وبقية البرامترز اللي عندي بخمسة وتلاتين وستة من عشر حمسة وتلاتين وستة من عشر اقول له ايه اوكي خلاص اعمل كابي لي المتاعة لي الماتيريال دي وابدأ ان انا اكمل الماتيريال بتاعتي بونتاة سهولة فبعد كده اعرف الفلتر اه مور كولوم خمسة في عشرة قصة اربعة يبقى الفلتر دي بدل الاربعة تبقى خمسة طيب بعد كده اليونت ويت بعشرين نص انسات يوريتد الانسات يوريتد يونيت ويت باثنين وعشرين وي المودلس وي الكندوكتيفتي بواحد فعشر قصة اربعة فهروح لي البولوس دي باثنين وعشرين دي زي ما هي هغير دي الفلتر طبعا عرفنا ازاي بتشتغل الفونكشن بتاعتها ودي هتبقى عبارة عن واحد اي مائس اي اربعة اقول له كنترول و سي كنترول و في كنترول و سي كنترول و في كنترول و اي و في اقول له اوكي اقول له كابي اعرف الماتيريال اللي بعدها اي عبارة عن الدام GRD جسم الدام عبارة عن خمسة ابوينت اثنين في عشرة قصة اربعة يبقى الي اسم الدام أسميه الدام هذه خمسة علامة خمسة علامة اثنين في عشرة قصة اربعة خمسة علامة اثنين اي اي اربعة بقيت البروبرتيز بتاعتي هنا بتسعتاشر وأو بوينت سبعة أربعة اليونيت ويت بتسعتاشر وأو بوينت هنا دي أو بوينت سبعة أربعة والبوصون ريشيو عندي بأو بوينت ثلاثة نسينا نعدلها في الماتيريال اللي فاتت الأنسى تلولتها بـ 22.5% ووينت واحد هنا بـ 22.5% ووينت واحد نتأكد ووينت صفر واحد ووينت صفر واحد ووينت صفر واحد ووينت صفر واحد انساش ان انا اغير الفونكشن الخاصة بتاعتي. اه وابدأ ان انا اقول ايه? طبعا زي ما اتفقنا ديها بتعتمد على الجزء اللي هو ما بيكونش فيه مية واعتمالا على هيبدأ ان هو يضع يحط لك اه قيم للضغط والضغط اللي هيكون موجود ايه? فيها. اه بحيث ان انت تعمل موديل بتاعتي هنا طبعا نساني برضو نعدلها هناك هنا صفر وتسعة ايه? بتلاتين. احنا ما اتفقنا ان ما فيش سي هناخدها بصفر فبالتالي احطها هنا باتنين. ودي بخمسة وتلاتين. اقول له كده ايه? او كي اروح اعدل الفلتر. في حاجات كتيرة ما اعدلتهاش. دي بتلاتة وتلاتين اللي هي البوصان ريشيو. والقيمة الخاصة بي دي بنص الكينود مزبوط. وعندي بصفر وتلاتة وتلاتين حاجة هنا اخلي دي برضو باتنين ودي بكام يا شباب بتلاتة وتلاتين واسيبه يحسب باية الواحدة. فاضل دلوقتي ان انا هكريات عندي آآ ايزوتروبيك ماتيريال تانية. مور كولوم. وهسميها بالبيدروك. وهسمي هنا ده جنرال. آآ حط القيمة بتاعتها باتنين على اتنين فعشر قصة ستة يبقى اتنين اي ستة. وقيمة البوصان ريشيوب او اتنين. ويجامع بتلاتة وعشرين. ويجامع بتلاتة وعشرين. وهنا آآ وهنا باتلاتة وعشرين ونص. اروح لبورس بتلاتة وعشرين. ونص القيمة دي مزبوطة. آآ واحد فعشر واس خمسة. فالقيمة بتاعتي ما كيش اي مشكلة فيها. وعندي السيد مية والفاي بتلاتة واربعين. بكده اي بانا عرفت الايه الماتيريال بتاعتي. خش على البروبرتيز هابدأ اينا اكريات 3D ماتيريال. الكور هخليه الكور. الفيلتر. هنخليه فيلتر. الباضي دام بادي. ما يبقى دام بادي. والبيد روك. بيد روك. نقفل ده عدل ده الباضي عشان تبقى الكلمة مزبوطة. هقول له هنا كده ايه شباب اوكي. هقول له كلوز. كده يبقى انا عرفت الايه الماتيريال بتاعتي. وعرفت الايه البروبرتيز. هبدأ ان انا اعمل ميشنج للايه للقطاع بتاعي. هقول له هختار سري دي ميش. هبدأ ان انا اعرف اعمل الميشنج. هختار هنا باتنين. هسيبها الديفولت بتاعها الليها تترق ميش. نفيش اي مشكلة. اقول له كور وسميها كور. اختار الاليمنت الخاص بي الكور بتاعي. وهقول له كده ايه ابلاي. هيبدأ ان هو بتاعتي في الايه الكور. بعد ما خلصت الكور هعمل بعد كده يا شباب الفلتر. وهسميه بالفلتر. وهي هختار اه اه بتاعي بي اربع. واقول له ابلاي. زي ما انا شايف ان النقط بتاعة الميشنج كلها ربطة في بعضها. اذا خليلي الحل بتاعي ايه شباب مزبوط. مش في اي مشكلة. بعد كده هبدأ اعمل اه اه الجسم بتاعي الساد. وهيخلي بي بادي بيدان بادي. وهبدأ اخلي السايز بتاعي بستة متر. هبدأ اختار الجزء ده. اختار للجزء ده. واقول له ايه اه ابلاي. فهيبدأ ان هو ايه كريات الايه الميشنج بتاعتي بي منتهى السهولة. وزي ما انا شايف برضو هو مربط لي النقط كلها ايه ببعضها. اخر جزء عندي اللي هو البيد روك وهختار السايز الخاص بي الميش بتاعته بعشرة متر. وهسميها بي الايه بالبيد روك. واقول له كده ايه ابلاي. هيبدأ ان هو ايكريات الميشنج تاعتي بمنتهى السهولة ومربط لي زي ما انا شايف مربط لي الميشنج انها كانت باتنين متر فهم ربطها على الاساس ده. هنا كانت باربعة متر وفي الجزء ده عبارة عن ايه ستة متر. فلاحظ ان اهمية الاوتو كوننكت انها هتربط لي الايه الميشنج كلها ببعضها. لكده يبا انا خلصت مرحلة الايه الميشنج اللي عندي. هبدأ ان انا بعد كده اكريات الخاصة بالايه بتاعي. فبالتالي اروح ليه التاب الخاصة بالسيبج. وبكده احنا دخلنا في التاب جديد النهاردة. هنتكلم اول حاجة فيها ان انا الخاصة بالضغط المية بتاعي. فحروح عند النودل هاد. وابدأ ان انا اعرف الايه الضغط المية بتاعي. فبيقول لك اول حاجة هنا انت عايز تحط ضغط المية هنا. ده الابستريم ده الداونستريم. فحنحط ضغط المية في الابستريم. آآ فحنختار آآ من الفيس بتاعي. هروح اظهر الجيومتري عندي بالشكل ده. اختار الفيس بتاعتي. واحد اتنين تلاتة اربع. فده الفيس اللي هيكون عليها ايه ضغط المية عندي. احط ان مقتار ضغط المية اللي موجود عندي هنا عشرين ايه متر. كيان انا عندي عشرين متر هنا. تمام. وابدأ ان انا اعمل تشيك آآ ان التوتال هيد ويهي البوتينشيال هيد. لو كان التوتال هيد اقل من البوتينشيال هيد. فبالتالي احط قيمة الكيوة عندي بايه بي صفر. اللي هو الضغط عندي ايه بي صفر. وهسميها بالستيدي ستيت. وحفهم دلوقتي ايه بصفر. ستيدي. ستيتيت. هقول له هنا التشيك دي عشان ما ننساش. فقول له هنا كده ايه. طيب خلينا نفهم احنا عملنا ايه. اقول له اول حاجة عندي. اوله لو انا جيت اييس المسافة من هنا لحد منسوب المية. فحقول انها بتسوي تقريبا عشرين متر. كأن منسوب المية على ارتفاع مقداره عشرين متر من هنا. فدي القيمة العشرين متر اللي احنا ايه? عرفناها. طب اي اللي خلاني اعمل تشيك لو كان قيمة اقل من فبالتالي يحطيه لي قيمة كو بتساوي صفر لان احنا عارفين من المعادلة بتاعة اللي احنا تكلمنا عنها في الاول ان هي متقسمة لتلات ايه اجزة. الجزء الاولاني وهو خاص بالبوتينشيال اه بوتينشيال ايه بفرق الضغط. فبالتالي الجزء الخاص اه لو انا عندي ضغط المية هنا. فبالتالي هلاقي ان قيمة التوتال هيد اقل من اقل من البوتينشيال من البوتينشيال اه نتيجة ان ضغط المية هنا طبعا مش هيكون اشرين. فبالتالي بيبدأ ان هو في الحالة دي بيبدأ ان هو يعود على الاساس ده. بيبدأ ان هو يتعامل على ال ايه على اساس ان ضغط المية اه وبيغيره على ال ايه الليفل بتاعي. كأنه حاطط مستوى ال ايه للمية بتاعتي. فده شكل تاني من التعريف الخاص بضغط المية. بعد كده هبدأ ان انا ارجع تاني ليه ثري دي. هرجع ان انا اظهر تاني النودل هاد عشان اعرف ال ايه الترانزينت فلو. بس قبل كده ارجع للبريزنتيشن عشان اوضح النوطة الخاصة بالتوتال هاد ويه البرشور هاد. فبيقول لي في حالة ان انا لو انا عندي معرف البرشور بتاعي كاين اه على اساس انه توتال هاد او بريشور هاد. فبالتالي البرنامج بتاعي في حالة الاناليسيز بيبدأ ان هو بشكل اوتوماتيك بيحط بوتنشيل هاد على حسب الايه النوطة. اه من الايه من general coordinates بتاعتك. من general coordinate system بتاعك. الصفر والصفر والصفر. فبالتالي من الصفر والصفر والصفر هو بيعتبر الايه بتاعك. وبيبدأ يعتمد على قيمة من الايه النوطة دي. فبالتالي التوتال هاد زي ما احنا عارفين هو عبارة عن زايد الايه الفريشور هاد. فبالتالي احنا حاطين الفريشور هاد عندنا. عند الصفر والصفر والصفر وحطين قيمة بمقدار كام يا شباب بمقدار عشرين فبالتالي اما يقيس على ده عند فبالتالي قيمة الضغط بتسوي كام عشرين ارجع تاني للبرنامج فبالتالي لو انا اظهرت عندي هنا الموضوع بالشكل ده فبالتالي ده الصفر والصفر والصفر فبالتالي الضغط عندي عند الموطة دي من على دي كلها بيسوي ايه عشرين بسوي عشرين فالموضوع ده بمنتهى السهولة فبالتالي هنا صفر وصفر وصفر وبالتالي ضغط المية بيبدأ ان هو يحسبه على الاساس ده لان في النهاية هو عبارة عن ايه شباب هو عبارة عن احنا معرفين هنا فبالتالي هو عبارة عن زائد ايه البرشور هاد البوتنشيل هاد زائد البرشور ايه هاد اللي احنا حطين تمام وطبعا فبالتالي بتشيك انا ايه الكلام ده فبالتالي مفترض دلوقتي باحنا قدرنا نفهم ايه القصة الخاصة بتعريف ايه الحم بتاعي ضغط المية فبالتالي لو واحد جي سأل هنا وقال احنا حطين الضغط بالتالي بناء على الاساس ده احنا حطينه بعشرين بعشرين متر يعني بالتالي انا حاطي الضغط عند النقطة دي بمقدار ايه العشرين متر طب انا مختار السيرفز ده ومختار السيرفز ده ومختار السيرفز ده بس لو انا جيت عن مقاييس من النقطة دي مثلا لحد النقطة دي هلاقي ان القيمة دي اكبر من عشرين متر هقوله بالزبط ما هو ده اللي البرنامج بيعمله ان هو انت طالما انت معتمد على التوتل فبالتالي هو بياخد من الكونوردنات ايه بيديس من هنا عشرين متر فبالتالي هو هيحط ضغط المية لحد ما يوصل لحد عشرين متر ولما يبدأ عندك القيمة بتاعتك اكبر من كده هنا فبالتالي هو بيديليت الايه الباوندري دي فبالتالي البرنامج فاهم هو بيعمل ايه بالزبط في الحتة دي اعتمادا على تعريفك كتوتل ايه هبدأ بعد كده ان انا اعرف باوندري مختلفة هبدأ ان انا اعرف باوندري مختلفة لحالة احنا تعرفنا الحالة لستادي هبدأ ان انا اعرف حاجة اسمها ترانزينت ستايت او الحالة اللي هيحصل فيها ايه تغير ترانزينت ستايت لو منسوب المية بتاعها تغير هاختار تاني الفيسس اللي انا اخترتها قبل كده وفاهمنا طبعا احنا شغالين بالتوتل ازاي هبدأ ان انا اعرف طبعا اف الهد اهل من ده فبالتالي هو بيبدأ ان هو ايه يكون سيدر الكيس دي دي اللي احنا تكلمنا عليها ازاي بي ما عنديش اي فانكشن هبدأ ان انا اكريات فانكشن عندي هنا هايقول لي ايه التغير اللي حصل في ايه التغير اللي حصل في الترانزينت هقول له ان انا كان عندي مستوى او ضغط المية اللي موجود خلف السد كان كما شباب كنا متفاقين انه كان عبارة عن عشرين متر طيب ايه اللي هيحصل انا هقول لك ان فيه هبوط حصل في المية بشكل مفاجئ رابط درو داون هبدأ ان انا اعرف الايه القيمة بتاعته دلوقتي فعنت هعرفها عن طريق فانكشن فانه هحط اول حاجة قيمة ديفولت واحد متر لي الضغط المية هبدأ افتح هنا وقول له عندي تايم بيساوي صف كان الضغط المية عندي بكام بعشرين طيب عند وقت بيساوي اتنين وسبعين هبدأ ان انا اقول له انا عايز ضغط المية عند اتنين وسبعين ساعة الاحظ ان الوقت عندي بالصف فاجي هنا اغير الطايم بتاعي من من السانية للساعة واروح تاني للفونكشن بتاعتي هنا هلاحظ ان الوقت عندي تغير للايه الساعة فاقول له عند صف هحط لي ضغط المية بيساوي وبعد كده عند اه تايم بيساوي اه اه اتنين وسبعين ساعة حط لي ضغط المية بيساوي كام خمسة متر فبالتالي في خلال اتنين وسبعين ساعة حصل لي ضغط هبوط للمية بالمقدار ده اقول له عند مية ساعة حط هالي بكام برضو بخمسة فبالتالي هي دي الفونكشن اللي احنا هنشتغل عليها واقول له ابلاي كانسل واقول له اختر لي لايه الفونكشن بتاعتي واقول له هنا كده ايه يا شباب ابلاي واعمل هنا ايه كانسل بعد ما عرفت الكيس دي اروح عند review اه في review هيقول له اختر لي face برضو اقول له شوف لي السيبج عندي على الفيز ده واي الفيزة واقول له هنا review اقول له كده ايه ابلاي كده ايه ايه بنا خلصت ايه الباوندري كونديشن بتاعتي بعد كده ابدأ اروح اعرف ال construction stages بتاعتي ابدأ ان انا ااد بس في الحالة دي مش هحلها كاسترس انا هحلها كايه سيبيج اقول له ااد وبعد كده define هنبدأ ان احنا نحط في اول كيس عندي في حالة الدام او full dam fall dam وبعد كده هحط ال review احط الايه ال steady state وهقول له هنا كده ايه save اقول له بعد كده new هقول له بعد كده draw down او في حالة الايه الهبوط الخاصة بيه الميا بس في الحالة دي هغير دي الايه ل transient وبعد كده وبعد كده احط اشيه ال steady state واو محاطط هنا ال ايه واجي فيه time step هنا اشوف الموضوع ده هيحصل على كم time step هقول generate هحطه على تلاتة time step وقول له generate اا اقول له اصلا اه هيحصل على في 72 ساعة وعلى تلاتة time step اقول له generate يطلع الكلام ده كده ايه مزبوط هقول له save all steps save all results هقول له كده هنا ايه اوكي هقول له كده ايه save بعد كده ابدأ اعمل الكيس الاخيرة اقول له هنا new اللي هي حالة السبات فهقول له بعد كده ااجي هنا في time step هقول له هقول هنا اغير الكلام ده الـ User Define آسف هنا User Define الـ Duration عندي هي 1440 ساعة والكلام ده يحصل لي على 2-step فأقول له generate 2-step ويحي save the results من الحالتين وهسمي الحالة دي maintain water level maintain water level بحيث أن أنا أشوف الكيس دي في حالة ثبات الـ Water ويقول له بعد كده close بعد كده أروح في analysis case أختار من هنا construction stages هبدأ أن أنا بعد كده أحط الـ A أسميها دام stepage ويقول له هنا كده apply cancel ويبدأ أن أنت ترن الموديل بتاعك solve فزي ما إحنا شايفين أن أنت تحل الموديل الخاص بـ stepage الموضوع سهل بس أنت محتاج تكون فاهم الـ concept بتاع الـ البرنامج عشان أنت تقدر إيه تحل الموضوع وانت فيه الموضوع 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 هيدبدأ البرنامج أنه يرن زي ما إحنا شايفين هنوقف الفيديو لحد ما إيه يخلص الـ Run بتاعي هبدأ أن أنا أشوف الـ Results بتاعتي بعد ما خلصت الـ Run بتاعي أبدأ أشوف total head في النهاية فمن هنا أبدأ أن أنا أظهر أن الدولاتي طبعا التوستيج زي اللي إحنا تكلمنا عنهم اللي هو عند الفربعة وربعين ساعة فهشوف total head زي ما أنا شايف هدي total head عندي استخدم هنا fringe and form طبعا إحنا مش حالين هنا stresses فمش هيفرق معي حاجة آآ أبدأ بعد كده أظهر من هنا من آآ بروب هكذا طبعا شايف قيمة الايه الماكسموم total head عندي في خمستاشر في النهاية وقادي قيم الـ Head بتاعي زي ما أنا شايف كده وأبدأ أن أنا أشوفها في حالة steady state آآ في البداية ألاحظ أن القيم هنا كلها بعشرين وده ضغط المية اللي أنا كنت أحطه هنا طبعا في النهاية زي ما شوفنا ضغط المية لنتيجة الـ draw down هادي كده أروح هنا على السيبيج هادي كده أروح على السيبيج أشوف الفلو باث فاكرين أن إحنا عندنا أن المية عندي كانت آآ أن المية عندي كانت يا شباب آآ خطوط الفلولاين. اما حاجة هشوف الستيب بتاعتي فانا هشوف الستيب بتاعتي في حالة الفول اللي هي في حالة الترانزينت. فلاحظ ان انا عندي دي خطوط بتاعتي. ابدأ ان انا اكمل هنا عند النقطة دي فتبدأ تشوف المية بتتحرك ازاي في الفلولاين بتاعتك زي ما احنا شايفين كده. ده معدل حركة ايه او الشكل خطوط الفلولاين عندي. في الحالة بتاعت ايه الفلوتر ليفل ان كان عندي منسوب مية عند ايه عشرين. ممكن كمان ان انا اشوف حركة المية عندي هنا من هنا. لو ضغطت هنا ابدأ الاحظ شكل حركة ايه المية بتاعتي. فممكن تاني عشان نحسن منظر الشكل ده شوية. ارجع تاني اختار سيبج. بي الشكل ده. هيبدأ ان او اختار النقطة دي واختار. بس هنا نختار من الكيس الاولانية. وهي اختار النقطة دي واختار النقطة دي ودي ودي ودي. هبدأ ان انا اقول له كده وريني شكل حركة المية في الكيس الايه الاولانية. زي ما انا شايف كده في الحالة الاخيرة. بيبدأ منسوب المية في المية بتحرك نتيجة في المية بتحرك نتيجة في الاتجاه اللي احنا شايفينه ده. هبدأ ان انا اوقف. هبدأ ان انا اظهر الكيسز المختلفة في النهاية خالص. هبدأ ان انا الاحظ ان المية اللي كانت موجودة في جسم السد بتبدأ بيحصل رابط درو داون او هبوط المية. فبيبدأ المية تتحرك في الاتجاه مختلف زي ما انا شايف كده. في الحالة الاخيرة بيبدأ منسوب المية ايه يختلف معي. فبكده اقدر ان انا اشوف الايه الفلولاينز عندي بمنتهى السهولة. هبدأ بعد كده اتشيك البورووتر تاني. هنا من حاجة اسمها مالتبول ستيب ايزو سيرفز. هختار من ثري دي. واختار عندي هنا اله اختار. اختار من هنا. اختار من هنا. اختار اختار التوطل هد. وابدأ ان انا اشوف شكل التوطل هد عندي كسيرفز هنا بتغير ازاي؟ في خلال الريزوس تحتي. ممكن اشوف هنا البور هي البوربريشر هد. من البداية فده كان شكل يبدأ ان هو يقل لان مستوى المية عند بعد كده اقفل ارجع تاني ابدأ اشوف شكل بيتغير ازاي فلاحظ على المصار بتاع البربرش هنهد هنا بيقل ممكن كمان هنا ابدأ اظهر ممكن ابدأ ان انا اشوف البلاسطي والهايدروليك جردينت في الاتجاهات كلها اشوف الهايدروليك جردينت في اتجاه بيتكون ازاي مع الكونستراكشن مختلفة في اتجاه الواي في اتجاه الزد طبعا نبدأ ان نلاحظ شكل الهايدروليك جردينت اللي هميني الفلاسطي الفلاسطي في اتجاه الاكس فده شكل الفلاسطي بتاعة الفلاسطي طبعا نازم طبعا اشوف الفلاسطي في اتجاه الاكس زي ما انا شايف كده هو الاتجاه اللي بتحرك في المية ممكن توقف هنا الفيديو اقدر ان انا اشوف طبعا هنا طبعا ده نتيجة الفانكشن اللي احنا حطينها اني قيم تتغير مع تغير الضغوط ففي البداية عندي زي ما انا شايف سابتة بتبدأ تتغير على حسب الفانكشن اللي انا ايه محدد هالو فبالتالي زي ما احنا شايفين هنا ازاي بتتغير عندي او ازاي ان انا ادرس ظاهرة السيبيج عندي من السيبيج هنا ممكن احسب الكوانتيتي برضو بتختار النقطة اللي انت عايز تحسب منها المية تهرب من انهي مكان وتبدأ تكالكوليت لايه الفلاو بتاعك اه اه كده يبقى احنا انتكلمنا عن السيبيج بشكل عام انا عايز اتكلم تاني هنا عن ازاي ان انا اعمل كوبلد اناليسيز ما بين فيستراسز وما بين الايه السيبيج فحفك الحل بتاعي وابدأ ان انا اعمل كونستركشن لكوبلد اناليسيز ما بين السيبيج وفيها هبدأ اروح للكيس خاصة بي الاناليسيز. اضيف هنا مختلفة. هقول له افتح لي فيه الاناليسيس طيب. هاتلي ستريسيز و سيبيج. او ممكن نعمل كمان هنا سيبيج و سيبيج و سيبيج و سيبيج و سيبيج و سيبيج و سيبيج. اقول له اد. اجي فيه الاناليسيز. هبدأ اقول له في البداية هنبدأ ان احنا نحل الموديل بتاعناك القاتي. بس قبل ما نعمل كده طبعا نازم نحط البرامترز الخاصة بيه الاناليسيز. اللي احنا اول حاجة نازم نبه نعرف خاصة بيه الاناليسيزيز. بالشكل الديجومتري كله. واقول له هنا كده ايه? اه هنسميه اه هنسميه اه اقول له ابلاي. واقول له كانسل. بعد كده اروح اعرف ال ايه واسميه بالجرافيتي. واقول له ايه ابلاي. كده بانا اعرف لده ارجع تاني هنا اقول له في الكيس الاولانية. هنحط كل الماتيريا البتاعتي. وهتبقى وحنحط الكيس الخاصة بيه الجراوند. وحنحط الحامل اللي هو ايه الجرافيتي. وحنسميه بيه ايه? ما فيش اي مشكلة. اقول له هنا كده ايه? بعد كده هنبدأ نكون الحالة اللي بعدها. بس خلينا الاول بدل ما نخلي الحالة دي نخليها بستيد ستيت. هنخلي الامشت في حالة تانية. هنسمي دي بواحد. هنخليها زي ما هي كده. هنشيل الجراون مش عايزين باوند الكونديشن دي. هحط. هحط زي اللي سات. هقول له هنا كده ايه? سيف. هقول له بعد كده اغيرها ليه. ابدأ ايس في الكيس دي بعد ما يحصل السيبنش والواس. نشوف ايه حالة البداية. ما هي مشكلة او ايس اللي استهل اه او سميها اتنين. هي دول كيس اللي هتحصل بعد كده. هحط فيها هنا الايه الجرافيتي لود. وحط هنا الايه الجراوند اه لود. اقول له سيف. اقول له بعد كده نيو. هحولها ليستيدي اه اسف لي ترانزينت. وبعد ما حولتها لي ترانزينت. هحشي الكيس الخاصة بي. وحط الكيس الخاصة بي. واجي هنا على تايم ستاب. زي اللي احنا عملناه خلاص بعد كده. ثم على ثلاث مراحل. اه اسف ديوريشن عندي اتنين وسبعين ساعة. وهحطهم على ثلاث ايه مرات. واقول له جنريت. واقول له اظهر لي من كله. من كل ايه الكيسز. اقول له كده ايه اوكي. اقول له نيو. طبعا خلاص احسيب هالي ستريسز. احسيب لي الستريسز من الكيس دي. واقول له اسميها اربعة. واقول له سيف. اقول له نيو. اسمي الكيس دي بخمسة. ودي هتبقى الترانزينت برضو. والتايم ستب عندي هنا بواحد اربعة اربعة صفر. واعطهم لي على مرتين. اظهر لي الحالتين. اقول له هنا كده ايه? اوكي. بعد كده اقول له سيف. وبعد كده اقول له نيو. دي الحالة الاخيرة اللي حقيس فيها دي يا شباب. اقول له اوكي. فبالتالي اللي انا عملته هنا ان انا بدأت في الكيس الاولانية بالستريس. الحال العادية اللي انا عمناها. بعد كده اقول له اسمي الاستريس وادخبت له الباوندري كنديشن من الجراون والجرافتي. بعد كده هيبدأ يحسب بعد كده الترانزينت فلو. اه نتيجة المياه بتاعي. واشوفنا ازاي بنظهر الرابد درو داون او المياه ازاي تهكز اتجاهها. اه بعد كده هزهر الكيس الخاص احسب الاستريس نتيجة الحالة دي. وبعد كده اشوف السيفج بعد كده نتيجة الاستقرار عن مدة الجوب وما يوضعين ساعة. وفي النهاية امدى ان انا احسب ايه الاستريس بعد كيس دي. بعد كده اقول له اقول له او مرايح هنا على الاناليسز اقول له ان. في هنا اقول له كونستركشن ستيج نسميها اا كيس اتنين وما سنيها اتنين. واي اقول له هنا من كونستركشن ستيج التانية واقول له الله يكنسل واندر ايه صور. هيبدأ ان هو يحل المسألة بتاعته تاني. ويبقى انا كده شفت اول حاجة زي ان انا اعمل ما بين زي ان انا احل الاول سي بيج وزي ان انا اقدر اعمل مبين الايه السي بيج مبين الايه السي بيج وعرفنا كونستركشن ستيج بتمشي معها ايه ازاي. طبعا هجو. دلوقتي ابدأ اظهر الخاصة بي الايه الكيس التانية. عندي دلوقتي اقدر اننا اظهر الخاصة بي الايه باااااا باااااااااااااااا انا اقدر اشوف دلوقتي الااااااااااااا اقدر ده البريشا الابج فيه الكيس الاولانية. ابدأ انما اظهر برضو فلو لاحظت حلاحظه من قيمة هنا بعشرين ويبدأ قيمة بتقل معي اقدر ان انا اعمل نفس الكلام اللي انا عملته في السي بيجي قبل كده. بس مرات دلوقتي ان انا اقدر احسب من الكيس بتاعتي ففي البداية طبعا احنا بنصفر في الحالة الخاصة بالانيشل عشان اشوف تأسير التغير في تأسير التغير عندي نتيجة الترانزينت لود. اخش بعد كده هنا على اللي بعدها الخاصة بالترانزينت لود. ابدأ ان انا اظهر عندي. ابدأ اللاحز ان الترانزينت لودة اللي هده عندي هنا بدأ يتغير. بالشكل ده. ابدأ ان انا بعد كده اظهر ده البول ووتر اه اه ده البول ووتر بريشر اه اه ابدأ بعد كده اظهر هنا الديس بلايس منت نتيجة الايه الحركة اللي حصلت في المية بتاعتي فلاحظ ان قمة السد بتاعتي نتيجة الحركة بنتيجة المخفاض المباشر في المية ونتيجة خروج المية من جسم السد ايه اللي حصل لما منسوب المية قال لي من جسم السد اللي حصل ان في البداية كنا متعامل مع المية على مع جسم السد على انه صد مرجت فبالتالي اه وزن التربة قال لنتيجة اه 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 الدفع الخاص بي الايه المية اه لكن بعد كما ما المية منسوبها انخفض حصل ان دلوقتي وزن التربة زاد ان هو راجع لجزء الوزن الساتيوريتد او الجامع الساتيوريتد العادية بتاعته فبالتالي زاد حمل التربة فبالتالي بيزيد عندي الايه الستريسز زي ما انا شايف طبعا مع الاستمرار هنا او طبعا كان ده او الهبوط اللي حصل مقداره اثنين سنتي وثلاثة من عشرة ومع الوقت استقار عند كام عند تقريبا ثلاثة سنتيور فبالتالي نقدر نشوف ان عملية الرابيد درو داون لو كانت القيمة دي كبيرة ده ممكن يقديلي ان ممكن يحصل انهيار في الايه في السد بتاعي فبالتالي دي حاجة مهمة جدا لازم ان انا اخدها في الاعتبار وانا بدرس الايه للسد بتاعي بحيث اشوف الهبوط هيكون مقداره قد ايه اشوف هنا قيمة الستريسز عندي هشوف هنا التوتل او هشوف الافكتف او المينموم والماكسموم او هنا اشوف القيمة دي كده فبالتالي عندي هنا اقصى قيمة زي ما انا شايف في البداية اا كانت مية اا دي القيمة بتاعت فلاحظ اقول له add close فابدأ ان انا الاحظ ان هنا ان قيمة الستريسز في البداية كانت بالشكل ده تلاحظ هتلاقي ان قيمة الستريسز بدأت انها هتزيد وده نتيجة ايه شباب نتيجة تغير ضغط الماء تبدأ بقى تظهر كل الريزول سواء كانت الخاصة بيه السيفيج او الخاصة بيه ايه بيه الااااااااااااااااااااااااااااعد السيتريسز بكده احنا اتكلم عن موقع عن عبعيج عن الاثلاء في حالة الشيد بايل حنكمل على المودل اللي احنا كنا عملناه في الجزء الخاص بيشيد بايل والاااااااااااااا champabs فهنفتح الموديل بتاعنا كان في المحاضرة بتاعتي نقطة مش دي محاضرة الستة هنيجي دلوقتي لي الموديل اللي احنا كنا عملناه قبل كده بس قبل ما نيجي للموديل ده نتكلم عن حاجة اخيرة في الموديل اللي فات انت هنا طبعا ممكن تنسفش ان انت ممكن تكريايت الريبورت بتاعك هنا بمنتهى السهولة وتختار كل البرامتر اللي انت عايز تطلحها من اي كيس عندك سواء كانت الاولى او التانية او من قبل الاناديس تختار اللي انت عايز وتدار ايه تطلعه لو راحنا للمسألة بتاعتي احنا عملناها قبل كده طبعا كل اللي انت لازم تبدأ تعمله هنا ان انت تروح في المش ولازم تبدأ تعدل الميديل بتعتك لو فاكرين دي الميديل اللي احنا عملناها لازم تختار الميديل بتعتك وتبدأ ان انت تتزبطها بحيث ان انت تدخل القيم المزبوطة الخاصة بالبرميابيليتي سواء فبالتالي هتدخل القيم المزبوطة للـ key وحتى تشيك الـ unsaturated properties لو انت عندك قيمة القيم الخاصة بالـ conductivity تتغير مع الـ pressure وكذلك الـ water content فبالتالي هتبدأ ان انت تتغير في الـ material بتاعتك بمنتهى البساطة فهتغير في قيم الـ key عندك هنا تمام فاحنا هنسيب القيم دي default زي ما هي مش هنغير فيها حاجة بس وانت بتعمل موديل مزبوط لازم ان انت تغير في القيم بتاعتك دي طيب ايه اللي هنعمله بعد كده اقول له اللي هنعمله بعد كده كالاتي هنلازم نعرف البرامتاج الخاصة بين بالـ a بالـ saveage بتاعي هاقول له هاتلي الـ view ده كده هاتلي الـ view الـ plan ده هاقول له بعد كده في البرامتاج الخاصة بالـ saveage ونركز كويس قوي في الجزء ده هنبدأ ان احنا نعمل total head او nodal head هبدأ ان انا اسميها بـ steady state واقول له هنا كده ايه يا شباب الـ total head هنا بـ 0 وهختار النقط الاساسية دي دي النقط اللي ضغط المية عندها هيكون ايه بـ 0 هنفطارد ان ضغط المية هنا هيكون ايه بـ 0 ان انا ما عنديش اي منسوب للمية او بنائس اثنين لضغط المية تحت وتغير ايه القيمة اللي انت حبيبها وبدأ بعد كده منسوب المية بيبدأ يتغير جوه هنا لحد ما ينتهي عند التربة بتاعتي او عند مكان الحفر بتاعي وحقول له تشيك هنا عادي ان في شي مشكلة وحقول له هنا كده ايه يا شباب apply فبالتالي كده كده اعملت create لـ A للـ boundary condition الخاصة بالـ A بعد كده هروح ان انا اعمل hide Nor keep Connect دي او دي و دي بيبقى فاضلي للتربة بتاعتي دي ااسف ممكن اقفل كله ووظهر المراحل الـdrive wang عندي ادي اكسكافيشن واحد و ادي اتنين و ادي ثلاثة و ادي ايه اربعة فمفترض ان دول الاربعة الاربعة ستيجي الخاصة بالاكسكافيشن بتوعي والمرحلة الاخيرة هتبقى الايه الرافت بس انا مش هعمل تشيك عندها فطبعا اما ممكن اعمل تشيك عندها مفيش اي مشكلة فمش هتفرق فدي طبعا الايه الستيجيز بتاعتي فبالتالي انا عايز اقول له هروح اعمل ريفيو على المنسوب المية في حالة الستيج واحد هنا اختار النقط دي و اقول له ابلاي اقول له اعمل ريفيو عند ستيج اثنين واقول له ابلاي و اعمل ريفيو عند ستيج تلاتة واقول له ابلاي و اعمل ريفيو عند ستيج اربعة واقول له ايه ابلاي و في النهاية اعمل لي اعمل ريفيو عند قاعل ايه الاسلابة بتاعتي اعمل ريفيو عند ستيج خمسة اقول له ايه ابلاي فبالتالي كده ايب انا خلصت الايه الباوندري كونديشن الخاصة بالسيبيج كمان فبالتالي هروح هنا اقول له اد كونستركشن ستيج مفترض ان بفاكرين المسألة دي كويس هنعرف ايه الكونستركشن ستيج بتاعتي و هنمشيها دلوقتي كده ايه ازاي اقول له اول حاجة اروح اختار سي بيج سلوب سي استرس سي بيج سلوب واقول له هنا كده add ياسف هنسميها اسم تاني اتنين واقول له كده add واقول له كده ايه ابدأ اعمل اقول له ايه define الاحز ان انا كده بعمل هنا مبين الاسترس مبين الاسترس مبين الاسترس فبالتالي احنا ممكن نعمل التلاتة الاناليسس دولت هنا في نفس الوقت طيب عشان نبدأ ان نعمل اخد اول خطوة اقول له اول خطوة هتكون في حالة ال ال steady state هقول له هنسميها الخطوة رقم واحد او هنسميها initial وهنحط بانقصين سي بج تمام يا شباب ففي الحالة دي هبدأ ان انا احط التربة بتاعتي واحط وده واحط اللي هي مفترضти من الهالة الخمسة من الحفر وهحط منساش ال rigid بنقاكد انا احنا مننسهاش ونحط بعد كده هنا ال whoailing هنا the stage الاولى من الحفر هنا the stage التانية ossible specific التالتة الستيتج الرابعة وحط الايه الوزرنج سويد فبالتالي دي كل الايه التربة بتاعتي بعد كده في الباوندري كونديشن هحط في الباوندري كونديشن ال steady state تمام وهحط في الباوندري كونديشن هنا ايه تانية يا شباب اقول له ما فيش اي حاجة تحط هنا في الباوندري كونديشن تانية فاقول له هنا ايه save اقول له بعد كده ايه new اقول له بعد كده اقول له initial تمام بس طبعا الحالة اللي هنسيبها initial هنسيبها ايه من غير كلمة سيبج فبالتالي initial stress فبالتالي في الحالة دي ايه اللي هضيفه عندي هنا هضيف الباوندري كونديشن الخاصة بيه ال ground ويهضيف ايه ال life هضيف هضيف ال gravity loot بتاعي اللي هو self ايه wait واقول له هنا كده ايه save اه clear هنا displacement عشان مش عايز ان انا اقرد displacement هنا واقول له كده ايه new هقول له بعد كده ابدأ احط structure بتاعي او اسميه ال pile او sheet pile ويه الايه ال والanchor هحط sheet pile بس مش هتفرق معي فاروح هنا او او معاقق او مش هيل اول حاجة الايه rigid link اعمل لها discon disabled او disactivation وابدأ ان انا احط pile interface وحط الايه مش ال pile بقى احط sheet pile احط البلان انترفيس ونفين الشيد بايل عندي هنا. ادي الشيد بايل بتاعي. وتبقى هي دي الايه اللي بعد كده. ما فيش اي حاجة تانية نحطها هنا. ولا هنا. تمام فاقول له سيف واقول له نيو. بعد كده اقول له واحد بس هتبقى باقي في الحالة دي هعمل دي اكتيفاشن او احنا هنحط اول حاجة دي اكتيفاشن الاولانية من الحفر. وفي نفس الوقت هحط الا ايه? هحط ال ونحط المستوى الاول من الانكور. ما فيش اي مشكلة. وبعد كده هنروح هنا في او في ال boundary condition. ننساش ان انا اغير طبعاً هو مفيش فيها اي مشكلة لان ما عنديش هنا فبالتالي هيحصل عندي هنا ايه هحط الاولانية من الخاصة بيلايه تمام مفيش اي مشكلة خالص هنا فانا بدل الوقت بقى ريفيو على الاولانية واقول له هنا كده يا شباب بعد كده المرحلة التانية هتبقى وفي الحالة دي محمده ان انا احط ايه خلاص مش هنحط هنا حاجة هيبقى موضوع كله مفيش فيه اي مشكلة اسف طبعاً احنا نسينا نحط في المرحلة الاولانية اقول له هنا السيف مفيش مشكلة مفترض ان احنا هنا كنا نحط في المرحلة الخاصة بالسيبج احنا حطينا الانكر وحطينا ما كانش لها لازم اممكن نسيب المرحلة دي هنا كل الفكرة ان احنا هندي اكتيفات المرحلة ما فيش اي مشكلة وفي مرحلة انا ممكن احط الانكر والاستيج الاولانية من الويلينج واحط هنا كمان الاستيج الاولانية من الانكر تنشن واقول له هنا كده سيف وهتبق هنسميها هنا كده ايه استيج واند واقول له كده هنا ايه شباب سيف في المرحلة اللي بعد كده خلاص في المرحلة التانية هكرر الكلام ده هعمل استيج اتنين سيفج وهدي اكتيفات الطبقة التانية من الاكسيكافيشن وهحط الريفيو التاني من الباوندري كونديشن واقول له هنا ايه سيف واقول له نيو واسميها استيج اتنين ابدأ احط الستيج التانية من الانكر ومن الويلينج ومن البريتنشن فورس واقول له كده ايه سيف طبعا انا غلطت غلطة هنا ان انا لازم اغير دي الايه لستيدي ستيت بالشكل اللي انا شايفه ده والكلام ده كده مضبوط بعد كده اقول له نيو احط الستيج التلاتة وهتبقى سيبج ستيج ستيت هدي اكتيفات المرحلة التالتة وهاكتيفات المرحلة التالتة من الايه الريفيو وهسميها ستيج تلاتة ايه شباب سيبج واقول له هنا سيف واقول له نيو ستيج تلاتة هاكتيفات فيها ايه الانكر بس هتبقى سترس وهحط هنا الويلينج طبعا نعرف ان هنا الستيج كتيره بس ده عشان نبقى فاهمين الكونسيبت ماشي ازاي بالظبط ويبقى احنا طبقنا الكلام ايه بادينا واقول له نيو ستيج اه اربعة سيبج فحبدأ ان انا اعرف هنا الستيج الرابعة من السيبج ان انا هدي اكتيفات المرحلة الرابعة من الحفر وهاكتيفات المرحلة الرابعة من الريفيو واقول له هنا كده ايه سيف بس هتبقى ستيج ستيت اقول له سيف نيو ستيج اربعة في الحالة دي هتبقى سترس وهتبقى عندي هنا المرحلة الرابعة من البيتنشن والمرحلة الرابعة من الويلينج والايه الانكور واقول له هنا كده بمنتهى ببساطة سيف اقول له بعد كده نيو هنا هقول له بقى المرحلة بتاعت الرافت بس هسميها السيبج كل الفكرة ان انا هعمل هنا دي اكتيفاتيشن للايه الرافت وحرفيو المرحلة الرابعة بتاعتي او المرحلة الخامسة انا اسف وهسميها هنا ستيج ستيت بقول له هنا كده ايه سيف بقول له نيو هقول له الرافت بتاعتي خلاص في الحالة دي هاكتيفاتي الرافت تاني بس في نفس الوقت طبعا هنعمل هنا ستيج 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 سترس انا اسف اه هنكتيفاتي الرافت والبايلز بتاعتي وحن اكتيفيت برضو هنا الباوندري كونديشن ان انا اغير الرافت بتاعة الخرصانة وحاكتيفيت عندي هنا برضو يا شباب الباوندري كونديشن الخاصة بالروتيشن الخاصة بالبايلز ويبقى انا كده خلصت المرحلة الخاصة بالرافت بعد كده اقول له ايه نيو واقول له المرحلة الاخيرة من السترس هتبقى ايه لايف لود وحتبقى مرحلة استرس وعرف هنا كده ايه لايف لود في الباوندري كونديشن الخاصة بالايف لود واقول له سيف في المرحلة او الستيج رقم 15 حسب ممكن في كل مرحلة من دي احسب السلوب ستابلتي اعمل هنا سلوب ستابلتي واعمل تشك لسترس بالسترس داكشن مثل واقول له حسيب لي السلوب ستابلتي في النهاية شوف لي المنشأ بتاع هيبقى ستيبل ولا لا? لو انا لاحظت في خمستاشر في كل مرحلة خاصة ممكن احسبل ACE ففي الحالة الاولى من الحفر ممكن احتشك اللي هي فiete ديني كمان في الكيس دي. اقول له ياس. اقول له في الحالة الاستيج التانية برضو احسيب لي في الحالة فيه بعد ما تحفر المرحلة التالتة وبعد ما تحفر المرحلة الربع. وبعد ما تحط الرافت. وبعد كده الكيس الاخيرة بتاعتي. اجي اعمل بتاعتي. انا عارف ان المسألة اصبحت كبيرة جدا فتخيل انك بتعمل زي ده بتشيك فيه بتعمل تشك فيه تعمل تشك فيه وتعمل تشك فيه وتعمل فيه بتهم بتعامل تشكية seleمنت بتاعتك. يتم تشكية التربة بتاعتك وممكن تحط تحط lLaif fluid وتحط الاح技 بتاعتك لها وتعمل موديل كبير جدا في كل الاناليسز اللي انت محتاجها. فيتالي كده انت بتعمل للمسألة بتاعتك من خلالها. لو جيت هعمل هنا سيميوليت. هتعمل سيميوليت لانهي كيس للكيس التانية. هلاحظ ان انا عندي خمستاشر تبدأ ادي كده مرحلة الاولانية اللي فيها الريجد لينك كل طبقات التربة وفيها الستيد ستيت. في المرحلة اللي بعدها بدأت الناتنا نحط الشيد بايل والانترفيس. قصدي قصدي بنعمل تشيك على الانيشيال باوندري الانيشيال ستيت. بعد كده حطيت الشيد بايل وبعمل دي اكتيفيشن للريجد لينك. وبعمل دي اكتيفيشن للريجد لينك واحط الانترفيس والشيد بايل. بعد كده الحفر المرحلة الاولانية والانكر والويلينج. طبعا لا دلوقتي دي الحفر المرحلة الاولانية وتشيك السيبيج. وبعد كده في المرحلة اللي بعدها اننا بحط الانكر وحط الويلينج. وهي اتشيك الاستريسيز. بعد كده المرحلة اللي بعدها من الحفر وهكذا. وانت ماشي لحد ما توصل للخمستاشر. بتاعتك وتحط الرافت وتغير البيلز وتزبط المسالة بتاعتك ايه كلها. بعد ما خلصت الخمستاشر خطوة بتوعي. زي ما انا شايف كده. اقوم رايح على الاناليسيز واعمل اد اناليسيز. هابدأ اقول له هتليء الكلام ده من الكونستركشن ستيج. هاقول له هنا كيس التانية. الاناليسيز كنترول هنعمل التشيك للووتر بيشر. هنعمل هنا الانيشي الباوندري كونديشن. هتيجي من الحالة الاولانية. اه انا ياسف طبعا احنا لازم نغير الكلام ده للاستيتج التانية. فعشان يجي الإنسالة لكلام ده من الحالة الأولانية الانيشيل. وبعد كده نأخذ كنوت كنديشن. فانا عنديش سنة سطح مايل. واعملل كلام ده تتكلمنا فيه قبل كده. ممكن تحل على خطوات. وتقول له اوكي. وتقول له هنا ايه. تحل المسألة بتاعتك. طبعا المسألة هتاخد وقت كتير قوي في الحل. فانا هسيب لك المسألة تهل لها. وتقدر انت تستعرض النواتك بتاعتك سواء الخاصة بالستريسيس او السيبيج او السلوب استابيليتي وتشوف الفاكتوروف سيفتي. وكده احنا اتكلمنا عن المواضيع الخاصة بالسيبيج والسلوب استابيليتي والستريسيز والسند والكابلد اناليسيز. واتكلمنا عن ازاي نعمل كابلد اناليسيز في كزا نوع من مسائل سواء كان الدام ما بين الاستريسيز والسيبيج وسواء كان في الاستريسيز والسيبيج ما بين السيبيج والاستريسيز والسلوب استابيليتي. هنقف في المحاضرة بتاعتنا النهاردة عند الجزء ده. ان شاء الله في المحاضرة الجاية هنبدأ نتكلم عن موضوع مهم جدا هو موضوع الكونسلوديشن. عشان نبدأ نشوف التأثير بتاع التربة الطينية نتيجة الايه الكونسلوديشن هنفهم ايه الكونسلوديشن والتجربة الاساسية بتاعتها وازاي ان انا اعمل موديلينج واشوف تأثيرها وازاي ان انا اعمل ايه امبروفمنت للتربة بتاعتي. ان شاء الله هنشوف الكلام ده في المحاضرة رقم احداشر. اشوفكم على خير ان شاء الله السلام عليكم